موسيقى يستمر طلابنا بتقديم امتحاناتهم في الشهادتين الاعدادية والثانوية وسط ضغط النفسي لازالت هذه المرحلة تشكله على الطالب والاهل في وقت واحد سنسأل اليوم في فن الممكن عن سير العملية الامتحانية واذا ما كانت الاسئلة الموضوعة في الشهادتين قد راعت تعامل الوقت ومستويات الطلاب كافة ماذا عن سلالة من التصحيح وخاصة ان كثير من المواد قد بدأ بتصحيحها وما اذا كان بالامكان اعادة النظر بتقييمات النجاح والرسوب في الثانوية خاصة بانها مطلط طلاب الاساسي هذا العام هل سيكون هناك دورة تكملية لكل الحالات وماذا تتغير بشكل عام وفي النهاية النظرة الى استحقاق الامتحان ونيل الشهادة فن الممكن لهذا اليوم سيسأل ايضا عن تعيين ما تبقى من النجحين بمسابقة التربية واين هي ايضا وزارة التربية من الاقصاط الخيالية للمدارس الخاصة فن الممكن لهذا الاسبوع يستضيف الدكتور دارم طبع وزير التربية اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا بك فاصل ونبدأ فن الممكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا وسهلا بكم الى حلقة فن الممكن لهذا الاسبوع دكتور دارم طبع وزير التربية ضيفنا شرفت الاخبار اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا شكرا اهلا فيك دكتور الامتحانات لم تنتهي بعد الادادية والثانوية كيف يبدو سير العملية امتحانية هذه الايام هل انتم راضين عنها بالحد المقبول هلأ بالمصطلح العلمي بالبيولوجيا طالما كان عندهم اليوم العلوم بيولوجيا بين الشهقة والشهقة في اخذ نفس فالطلاب اليوم اخذوا نفسهم ونحن اخذنا نفسنا اليوم كان نهاية مرحلة هامة جدا انهينا فيها مادة ثلاث مواد كثير مهمة اللي هي الرياضيات والعلوم والفيزياء وهي مؤشيرات كثير مهمة بالنسبة للطلاب بالنسبة للأهالي والنسبة لنا يعني هذا يدل على ان ان شاء الله الطالب مرتاح الاهالي مرتاحين نحن حققنا الهدف من الامتحانات بقينا ثلاث مواد ان شاء الله تسير بنفس السوية وباعتقادي يعني بدأنا نتنفع الصعوداء يعني اليوم اللي عاملين بالامتحانات كانوا متوترين العام مقلوب الآيب العادة الطلاب بيتوتروا والاهل بيتوتروا واللي عاملين بالامتحانات مرتاحين نحن هلأ لا الامتحانات اللي عاملين فيها متوترين حتى نهاية الامتحانات لكن إن شاء الله الأهالي والطلاب والمراقبين وكل العاملين المهتمين بعملية الامتحانات أمور مستقرة معنا إطلاقا أنا اليوم زرت أكثر من أربع مدارس كنت سعيد جدا وتلاقي الطلاب مرتاحين ما في أي إشكالات المراقبين أغذين دورهم الأهالي وقفين بره بكل هدوء فهذا يعطيكي مؤشر على نجاح العملية لكن ليست كما يقول كثيرون سيادة الوزير بهذه الصورة الوردية تجري الامتحانات كان في كثير من التساؤلات والاستفسارات أتت وحتى اعتراضات على بعض نمط الأسئلة هذا العام كانت مختلفة كما وعدت ولكن مثلا كونك بدأت بالعلم الرياضيات ضربتم العالم في الرياضيات وقيل بأن الأسئلة لم تكن متناسبة مع الوقت إطلاقا معدل الرياضيات أعلى من معدله السنة الماضية والأسئلة متنوعة من السهلة حتى التي وضعت خصيصا للمتميز يعني في سؤال يجب أن يكون هناك في سؤال للمتميز أنا مو ممكن قارن الإنسان المبدع بالإنسان المتوسط تماما لكن بدراساتنا الأكاديمية يجب أن يكون مستوى الأسئلة للمتوسط يعني أنا بيكون عندي نسبة نجاح 70 إلى 80% خلاص ارتحت هلأ يجب أن يكون هناك هامش 10 إلى 15% للمبدعين وإلا تصبح السنوية يعني ليس لها قيمة يعني لعيتم كل المستويات في وضع الأسئلة طبعا وهذا هو سر نجاح الأسئلة هذا العام كيف يعني بلا كيف لمستم نجاح الأسئلة من عدمها يعني نحن مباشرة بعد الامتحانات طبعا في عنا شيء قبلي من خلال دراسات يقوم فيها العاملون في وزارتنا ثم تأتي نسخة مصغرة يعني عينة عشوائية تأخذ مباشرة بعد الامتحان يتم تصحيحها وبناء عليها تدرس آليات وضع السلالين وبالتالي نحن من نتوقع تماما أنا بقول أنه يطلع عندي 80% يطلع عن 80% وأعلى تماما فهذا العام كانت النسب كل ياتها عالية وكل ياتها منسجمة مع الخط البياني الذي يجب أن يتبع بمعنى أنا عندي تحت 20% نسبة قليلة جدا عندي 60% من الطلاب ينجحوا بعلامات جيدة جدا وعندي 20% آخرين هذول المتميزين بيأخذوا علامات عالية جدا بدأتهم بالتصحيح؟ طبعا المواد بالنسبة للأدب والعلمي طبعا مواد لحد كل المواد بدأنا بالتعليم الأساسي وبدأنا بالتعليم الثانوي طبعا هلأ مباشرة وقت شاشنا بالتعليم الثانوي وقفنا بعض مواد التعليم الأساسي ليكونوا مشرعين بإنجاز الدورة الأولى من التعليم الثانوي تمهيدا للطلاب يجهزوا حالا للدورة الثانية والمسافة الفاصلة كافية للطالب ليراجعهم طبعا نحن تقريبا 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 من البرنامج صار جاهز إن شاء الله بنهاية الأسبوع سنقدمه للطلاب لكي يجهزوا المواد تابعهم وتقريبا الوقت صار معروف سيكون في بداية الشهر التاني هل أنهيتم تصحيح بعض المواد التي قدمت؟ قريبا الفيزياء على وشك أن ينتهي ورياضيات لسه هلأ بس مساهجلين إن شاء الله علوم لا اليوم العلوم لسه ما بدأتم فيها ولكن لا طبعا لا اليوم تضع السلالين كيف لمستم يعني العلامات تقديم الطلاب من خلال العلامات؟ هلأ أنا كل مادة هناك لجنة تقوم بدراسة السلالين وتأخذ عيني عشوائي وتعطيني النسبة وبناء عليها منشوف إذا كانت هذه النسبة مناسبة تحقق الغرض من التعليم فنقبلها إذا غير مناسبة من عيد لا يأخذوا عينة تانية ويغيروا السلالين بشكل أن تكون مناسبة لمستوى الطلاب سلالين من تصحيح كانت مريحة دكتور دارم؟ جدا جدا ومناسبة ومدروسة سبب في ذلك أن هذا العام فيه شيء متغير عن كل الأعوام السابقة في الأعوام السابقة كان مجموعة قليلة من الناس تضع الاختبارات اليوم أغلب الأساز المشهورين في سوريا وضعوا بنق المعلومات بنق الاختبارات بعدين ظلين اخترنا منهم نمازج احتياطية والنموزج النهائي صدر في ليلة الامتحان وبالتالي كانت الطلاب مرتاحين ما في خوف ما في توقعات ما في استغلال استغلال لأين ناحية؟ استغلال جلسات امتحانية في ناس كانت تعمل جلسات امتحانية أربع الصباح قبل الامتحان اليوم حاول أحدهم أنه يعملها بالرياضيات وفشل وفشل ولا سؤال منه لكن دكتور قيل بأنه تسربت بعض الأسئلة اطلاقا ووصل لكثير من الطلاب بعد الأسئلة الموجودة لا 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 اطلاقا التسرب متسرب صار صار عندي بعض الحالات بدير الزور وبدرعها بأنه طالب بعد توزيع الأسئلة قام بتصوير الورقة ونشرها عن طريق الفيسبوك هذا الأمر كان بعد ساعة من بدء الامتحان وهذا يحدث يعني هذا حتى يصل للطالب الثاني بدي يكون الطالب عم يغش والمراقب عم يغش والمراقب الثاني عم يغش وهي كلها عملك مشر هلأ أنا عندي سجن وقصة من القصة الحادثة التي انتشرت في دير الزور بأنه في طالب قدم عن أحد الشباب الموجودين في أحد الفصائل هذا حدث كان يحدث بكثير من المراقب الثاني لكن تعاملتم معها كون وضعتم اليد عليها طبعا وبكل هدوء حرم من الامتحان طبعا بكل أحوال هل ساعد وجود الكاميرات وطبعا لأول مرة ستعرض الإخبارية بعض اللقطات من بعض القاعات الامتحانية ما رصدته الكاميرات عن سير العملية الامتحانية طبعا لنتحدث عن حالات الغش التي تصارت أو التلاعب من قبل بعض المدراء المراكز أو المراقبين أو الطلاب حرصا على هذه السرية تحتفظ فيها وزارة التربية ولكن نستعرض الآن هذه الصور ولأول مرة تعرض من قبل وزارة التربية على هواة الإخبارية السورية هذه يعني هاي شايفين الممرات مراقبة القاعات مراقبة الكاميرات متوضعة بأماكن متعددة يمكن أن تعمل بوجود الكهرباء وبدون وجود الكهرباء ويتخزن لا نستعمل هذه مراقبة الطلاب نحن نخزن ما يحدث في الامتحانات أثناء حدوث أي خلال نعود إليها شايفين هاي الوحدات المسؤولة عن توزيع الكاميرات وبالتالي ما في أي داعي للكهرباء مجرد ما كانت مخزنة خلال فترة الامتحانات نتخزن صورة اللي بعدها إذا منشوف هاي كيف عمنا نراقب مدخل الطلاب اللي بدخل منه الطلاب والقاعات الدرسية هاي الشاشة العامة إذا مندخل هلا على أحدى الشاشات منشوف الصف شلون بيكون طبعا هذا كله متحرك خلال فترة الامتحان كاملة هاي مجموع الصفوف مثلا إذا عندي أنا 25 قاعة 30 قاعة هاي الكاميرات كلها موجودة صورة اللي بعدها بالله هلأ إذا ندخل على القاعة ونشوف أديش الدقة تبعها لاحظين القاعة كاملة تحت مرأة الكاميرا وبالتالي أي حدث سيتم خلال هذا الوقت تتعامل ومع بإمكاننا نتعامل في تدخل سريع كان لا 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 إطلاقا هذا ليس نظام مراقب يعني أنا ما بعاقب الطالب على الكاميرا إلا إذا صار شكوى يعني هي مات يعني ليست لإرعاب الطالب إنه لا 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 هي مخزنة واحدة بيشوفها في حال شكينا بشيء نعود إلى هذه الكاميرات لإثبات حادثة وهذا عطل الطلاب ثقة لأنه كثير أحيانا بيجي استاذبة جنة على الطالب فالطالب بنحقه يشتكي ليس ليدينا وسيلة الآن صار عندي وسيلة والأمر محكوس أحيانا كمان طالب الجنة على مراقب طيب بالعام المقبل هل ستكون الكاميرات منتشرة في كل القاعة شاء الله هلأ خلصنا كل المناقصات وستنتشر بكل القاعة الامتحانية تمام ماذا عن قطع الاتصالات لأن هذا السؤال تكرر كثيرا لم تجد وزارة التربية ووزارة الاتصالات وسيلة لتلافي تعطلون الحياة بشكل كامل يقول لك كثيرون لماذا لا تكون هناك أجهزة تشويش بمحيط المدارس فقط هذا مرتبط بنظام الامتحانات نحن السنة خطينا خطوات جريئة في تحويل الامتحانات إلى امتحانات استنتاجية نحن بالأعوام القادمة سيكون مستوى الامتحانات أعلى وبالتالي يستطيع الطالب يعني يكون استنتاجي بده تفكير ويمكنه يجيب أدوات يجيب كذا هذا طبعا إذا سمحت يعني أنت بدأت بغير عقلية المواطن البيئة له دور كبير والأهل له دور كبير لحد الآن لسه ما في تقبل لموضوع الحالات الفردية كله بيقول لك بدنا مثل بعضهم ما بيصير إجاب برات الكتاب هذا الأمر لا يخلق مجتمع مبدع حتى تخلقي مجتمع مبدع يجب أن تضعي الطالب بحالات شميهة بالحالات الحياتية وبالتالي أنت مسمع له يشوف كل شيء أنا اليوم ما بدي أحفظ بصمو يجي لعندي أنا أخلي الكتب عنده خلي الإنترنت نفتوه وخلي يسأل زملائه أنا في عنده حالة معينة بدي يشوف قدرته قد تطبق في العام المقبل؟ هلأ عم نشتغل عليه شوي شوي هذه تحتاج أولا إلى تطوير نظام التعليم وهذا عم نشتغل عليه تحتاج لسنوات سيادة الوزير نحن بالتربية لا يوجد شيء مستعجل حتى هي الآثار التربوية لا يوجد من أول سنة لكن هل وضعتهم مثلا بديل عن قطع الاتصالات والإنترنت لأنه إسالبيات أكثر من إيجابياتها هل سيكون السنة القادمة في قطع الاتصال والإنترنت؟ نحن السنة قطع الاتصالات كان بأربع مواد ومشيت الأمور كلها بشكل جيد بالنسبة لك لكن بالنسبة للآخرين من تعطلت أعمالهم لم تمشي بشكل جيد ويكون عندي نظام مراقبة كامل والطالب بيعرف أنه هو إذا أخل بالنظام سيعاقب والأستاذ بيعف اليوم عندي 14 واحد فصيله وطرده من الخدمة من الأساتذة لكن سيادة الوزير قطع الاتصالات والإنت لم يوقف عملية الغش أو التنقيل لماذا؟ خفف كثير هو مثل ما أعمل لك هو لأنه مرحلة انتقالية بالمستقبل هذه المرحلة ليس لهذا حاجة سيكون هناك بديل بالأعوام القادمة طبعا أنت أدعم وتدرشي في شيء يعني يجعلني قادر على أعطائك حقك إذا كنت مخالفة بتاكن لمخالفة هذا كثير أحيانا اليوم يتصوا فيه شفتي اللي إجاء على النت أنه بيقول لك المركز الفلاني فيه خلال هاي اللي تتعالج بنفس اليوم اليوم مثلا مبارحة بيريف دمشق 40 مدير مركز تم تغييره والسبب؟ السبب يجيني شكاوي أن هذا المركز المدير المركز مستهتر هنا في منشار المركز طبعا نحن بدون ما يكون في أي شك مجرد ما إجانا شكوى وبعشاتها بنعمل تغيير ما في خسارة هناك من قال بأنه حتى دخلت الواسطة والمحسوبيات ودفع المصاري حتى بتعييم بعض المراقبين في مركز فلان أو وضع طالب في هذا المركز لأنه فيه تنقيله ما شابه بالحد الأدنى لم تصلنا أي شكوى وأي شكوى عمتصلنا مباشرة نعمل عالجة سواء من خلال مدراء التربية أو مركزيا يعني اليوم مثلا أنا باعت ثلاثة على النبك كان في مركز في النبك إجتنا عدد شكاوي عليه باعتنا ثلاثة من العاملين بوزارة التربية من مدراء رفيعين مستوى مع معاون وزير وشافوا الأمور إطلاقا حكس ما قيل يعني كأحيان كمان فيه شيء مبني من السابق يعني أعطيكي مثال يوم تصلت فينا واحدة قال أنا بنتي بالمركز الفراني والمركز فلتان إننا للمركز كله ما في السنة مركز امتحاني تخيلي تخيلي لأين مرحلة الكذب بس مشان إسارة فوضى فالحمد لله غرفة المتابعة تقوم بعملها بشكل دائم ليلة النهارة متصلنا شكاوي كل خمس دائم صلنا شكاوي آلاف الشكاوي ومباشرة تحال إلى مدراء التربية لا مركزية اللي عملناها ريحتنا يعني ما في حدا فوق القانون ومثل بعض المدارس وبعض المحافظات كانت تحل الأسئلة في الباحة عن طريق المقريفون إطلاقا هذا السنة عندي حالة صارت بمنطقة ما أحد العساكر فوق شعب التجنيد بيساوي بيكتشفوهن بشعب التجنيد وحيد إلى القضاء الآن طيب سيادة الوزير أكثر الأسئلة اللي جتنا موضوع التكميلي لماذا لا يوجد تكميلي هذا العام وأنتم تعرفون أنه أي طالب بده يضطر يعيد طالب هو عنده طموح ويعني مقبل على أنه يحسن علاماته لا يأخذ الفرعي اللي بده يعاب الجامعة ليش ما فيه تكميلي للطالب بالناجح ويعيد تعفين أنت شو التكميلي هي ليست مثل الجامعة القانون أتاح للطالب فرصتين للتقدم إلى الانتحام تمام الفرصة الأولى يأخذها في الدورة الأولى ثم يستطيع أن يحسن مواده أو يعالج موضوع رسوب بعض المواد في الدورة الثانية هلأ العام الماضي كونه كان عام خاص نتيجة الكورونا طلع مرسوم خاص بأن تكون الدورتين دورة واحدة وبالتالي كان هناك مجال لهؤلاء الطلاب أن يتقدموا دورة ثانية وهي ليست تكميلي هلأ في هذا العام الأمور سليمة ما في أي شيء عدنا إلى قانون الامتحانات الأساسي 153 وهو يطيح للطالب دورتين يعني هلأ الطالب تقدم للدورة الأولى ويستطيع أن يتقدم للدورة الثانية اللي كان من السنة الماضية ناجح وهلأ أخذ دورتين شوهم يعمل له تكميلي؟ تماما؟ معناته أنا فتحت مجال لأشخاص لا يريدون أن يتعلموا لأنه يشوفوا العملية الامتحانية يعني بما يكون عم بامتحهم أنا دكتور كل طالب ناجح ويعيد حتما طالب طموح لا يمكن أن يكون عبأ على العملية بالعجل هذا الأمر حسن من سنوات كان سابقا مفتوح الباب لي طلاب البكالورية يقدموا عشرين مرة فهذا كان يقلل من قيمة البكالورية اليوم سمحونا بدورتين الجدي والجاد لكن دكتور مطالبات بالآلاف يريدون دورة تكميلي هل يمكن أن يعاد النظر مثلا؟ حتى لا أغلق هذا الباب طبعا هذا يحتاج إلى مرسومة ولكن بناء على توصية وزارة التربية نحن ندرس الطلبات ونشوف إذا في حاجة فعلية وفي أمر قد يكون نتيجة الكورونا وكذا بجوز ندرس الموضوع في وزارة التربية ونرفع اقتراح بأعداد دورة تكميلي وعدنا رفع اقتراح لأن الطلبات بالآلاف اللي جاءت إلى برنامج فن الممكن مجرد الأعلان عن استضافتك أنا لا أغلق أي باب وأنا مع الطالب بكل وأنا بتوقع كما مو بس أنا مع الطالب حكومي كاملة والدولة كلها مع الطالب طب متى يمكن أن ترفعوا هذا المقترح إذا كان سترفعوا؟ لا تنتهي الامتحانات ونشوف الوضع ونشوف نسب النجاح وإذا لقينا أنه فعلا هدول أعدادهم كبيرة ويستحقون وتعبوا أما أنا في عندي هلأ أعطيكي مثال الطلاب الأساسيين الذين يأتيوا لعندي بكل مادة في ثلاثة إلى خمسة ألاف بطلوا يمتحنوا وأتلقوا أنه امتحانات جدية يعني في ناس بس بتسجل مشان العسكرية وفي ناس بتسجل طب في بنات إذا كان بالنسبة للشباب بس في بنات ما عندهم عسكرية تمان تركوا تركوا وأتلقوا جايين يتنقلوا حكيت لك قصة البنت اللي هربت وضربوا وبعدت المراقبين وحطة إشارب وحطة كليوي مع سماعات هدول نسبة قليلة ولكن الأكثرية يريدون فعلا سعديل معدلاتهم لأمن طموحهم علي لماذا ترك عددهم مثلا بالعلم بالبكاليوري العلميين ينسحبوا عددهم أربعة ألاف بالأدبي خمسة ألاف بالإعداد أربعة ألاف لكن المطالبين أكثر نتمنى أن يصل صوتهم عبر فن الممكن لأن الكثر من هنا نادونا ونكون صوتهم الحقيقي أن يتم هذه السنة ورفع مقترحة الأقل من وزارة التربية بأن يكون هناك مرسوم من أجل دورة تكمنية لا يوجد أحن على الطلاب من وزارة التربية إن شاء الله يا رب إذا وجدنا أي شيء بحق لهم مصلحة لا يمكن أن نتواني ثاني والدولة كاملة مهتمة بهذا إذن وزارة التربية لم يغلق الباب على عدم وجود دورة تكمنية سيدرس هذا الموضوع فورا من الانتحانات وحتما سيتم الإعلان عن ذلك أيضا مادة أخرى أثارت اللغة كثيرا لماذا مادة واحدة مرسبة وما تكون مثل العام الماضي مادتين مرسبتين مادة واحدة hilarious بالدورة ثانية بالدورة الثانية مادة واحدة طبعا مثل تكون هناك قواعد وإلا تصبح القيمة البكالورية البكالورية هي عبارة عن شهادة عالمية الدورة الماضية سيعة الوزير السين الماضية حالإستثنائي والدورة الماضية الدورتين أعتبر دورة واحدة. وبالتالي لا يمكن أن أخذها كحالة عامة. أما هذا العام نحن أعدنا بالعكس السنة مريحة أكثر من الشيء الماضي. لأنه بالدورة الأولى ثلاث مواد والدورة التانية مادية. دكتور إذا الديانة بترسب. الفرنسي بترسب. هؤلاء مدخلين بالمعدل العام. مين قال لك أنه دورة مواد مهمة. ما هم كل مواد مهمة. أدخلوهم بالمعدل العام إذن. هل موضوع الفرنسي يمكن أن يستطيع الطالب أن يختاره بالمفاضلة. أما موضوع الديانة فكان لسيد وزير الأوقاف وللعاملين بالأوقاف وحتى الديانة المسيحية. رأي أنه لا يجوز أن تكون مادة التربية المسيحية مادة مرهقة للطالب. يعني ما دخل يصير بقول الديانة وما غير الديانة. فوجدت نظرهم أنه مرسبة لكنها لا تدخل في. يعني الفرنسي على الأقل أنا اليوم أقرأ أحصاءات مش دقيقة ولكن 60% من طلاب الريف. ما بيعرفوا في كل خط بالفرنسي. وحتى في مدارس بالمدينة. عدم وجود الكادر اللازم ليعطي هاي المواد ربما أيضا يؤخذ بعين الاعتبار سيادة الوزير. أنا السنة تغيرت. ولكن كان في نقص كبير بالمدرسين سيادة الوزير. حاولنا قدر الإمكان أنه ما يكون في نارس. بالعكس تطور نظام الامتحانات. وحتى إذا لاحظ في النص ما كان مثل العادي نص يعني مكرر. بالعكس أنا السنة سعيد بأن الفرنسي أخذت دورها بشكل جيد. نتمنى أن نكون بالشكل الكافي. حتى الروسي لأعدادها قليلة أخذت دورها بشكل كامي. لأن البعض يقول انتبهوا إلى جودة التعليم في المدارس الحكومية. وبعد ذلك حاسبوا الطلاب. وكان في نقص كبير حسب ما وردنا في الكادر التعليمي هاي السنة في كثير من المدارس. أريد أن نتحدث عن أربع أسئلة لأنه بقي أربع دقائق. أولا بالنسبة إلى التصحيح. كثير من المراقبين يشتكون بأنهم يقطعوا مسافات طويلة للوصول المراكز. هل ستصرفون بدلات المركوب بشكل أو على الأقل تراعوا ظرفهم بأن يكونوا قراب من سكنهم. نبهنا مدراء التربية بتوفير كل المستلزمات الراحة للمصحيين. حتى يوجد أمنوا لهم دعم من خلال مجتمع المحلي. اليوم أحد العاملين بغرفة صناعة بغرفة تجارة حمص أدم للمصحيين معوناتها. جيد ولكن هذه حالة من ضمن آلاف الحالات. نحاول نحاول. هذه نشاطات مدير التربية. هل ستتأخرهم بمنح أجور التصحيح؟ لا مباشرة. هذا وعد منك. طبعا. طيب. بالنسبة إلى يعني أريد أن أسأل عن موضوع من بقي لم يتعينوا من النجحين في مسابقة العقود. بقي 385 وبقي شهرين التي انتهي وقت المسابقة. متى سيتمتعينهم؟ وعدنا وفينا. وهذول 395. إن شاء الله سيتم تعيينهم بأساعة ما يمكن. متى؟ بقي شهرين لا ينتهي. نحن للشهر التاسع معنا. من هون للشهر التاسع بيكون معينين. وعد. كلهم. هذا وعد؟ أبدا. إذن وعد من وزير التربية 388 سيتم تعيينهم قبل انتهاء وقت المسابقة. لكن هناك من يطالب بإعادة النظر بمعايير التعيين سيادة المعايير المسابقة. لأن البعض قدم في خارج محافظته. إجاة تعيينه في خارج المحافظة. هذا يعني يضع مواصلات أكثر من الراتب. وبالتالي بالنسبة للمتزوجات في مشاكل عائلية. وعندي العقود ممنوع ينتقلوا. وعندي الوكلة ممنوع ينتقلوا. هلأ تجاوزنا كل الأنظمة والقوانين. وشكلنا لجنة لتوطين التعليم. التعاون مع نقابة معلمين. وطلبنا منهم بأسرع ما يمكن يعيدوا النظار. قد يحتاج الأمر إلى وقت. يعني كمان التغيير مموسهل. إنتي عم تخيلي أنا عندي أربعمائة ألف معلم بدي أحطهم جن بيتهم. شلون هاي. يعني على الأقل بمحافظتهم أو منطقة قريبة. طيب والباقي. فبدك تحطي حوافز. بدك تصغيري قوانين وأنظمة. لكن بدأنا بالعمل. طيب. وهلأ أنا كثير تساهلت ببعض الناس اللي عندهم حالات كثير ضرورية عم بنقلهم. هل ستشملون طبيعة العمل لرواتب العقود؟ هذا السؤال. طبعا. تشميل طبيعة العمل برواتب العقود. طبعا. بيشملون. بيشملون. كل من هو في الغرفة الصفية بيأخذ طبيعة عمل. طيب. بالنسبة للمكلفين اللي عندهم سبع آلاف حصة درسية. وحتى الآن لم يتثبتوا. ما في مجال. هذا اللي موارن سانوية. أنا لا يمكن أن يثبتون. وفي عندي خرجين جامعيين. لكن الخبرة لا تكفي هنا؟ لا. 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 لا تكفي. هل صحيح بأنه فتحتم المجال لتقديم طلبات النقل تحديد مراكز عمل المدرسين؟ بالنسبة لذوي الشهداء والعساكر دون إعلان رسمي؟ مو دون إعلان رسمي. بتيجيني حالي. يعني سيدة زوجة مصاب حرب. لا يستطيع التحرر. يعني حالات استثنائية فقط. زوجته بعيدة عنه. يعني في حالات إنسانية مضطر أنا أنه عالجها. أما هذا لا يعني أنه فتح المجال. نحن في مجال توطين التعليم. أما في حالات أنت مضطرة. في مرسوم مثلا زوجات الشرطة العاملين بسلك الأمن الداخلي. ملزم أنا بالقانون بالمرسوم أنه قل زوجته. ممتاز. إعادة الالتزام بخريجية معلم الصف وتعينه مباشرة بعد التخرج. هذا صعب. أنا رب عمال. أريد أن يكون المتقدم إلي بخفاءة عالية. وإلا يرجع مستوى التعليم. طيب. بالنسبة إلى الفئة الثانية والفئة الثالثة. مسابقات للمعاهد. هلأ نحن بصداد إنهاء موضوع المسرحين والمسرحين. بعدما ينتهوا مباشرة سألعوني المسابقة. ممتاز. بالنسبة إلى المدارس الخاصة أخيرا سيادة الوزيرة. لكن لم يلتزم أحد من المدارس ورفعوا أقصاطهم قبل القرار حتى. متى سيتم مراقبة الأقصاط التي تطلوها المدارس الخاصة. أصبحت مشروع استثماري بحث وتجاري. والتعليم لا يتفق مع التجارة. نحن لدينا مديريات تعليم خاصة. لدينا ضابط عدلي. هلأ مباشرة بدينا نتوجه للمدارس. وكل شيء يجينا مخالفات عليه مباشرة نتمه على اشتوف القادم. مخالفات كيف تضبطوها؟ لأن هناك من يعتبر بأن كل القرارات التي تصدر وكأنه في منفعة متبادلة بين وزارة التربية والمدارس الخاصة. هذا نحاول أن نتجاوزه. مثل أي شيء مثل التموين. مثل غيرها. تلاقي مفتش التموين. أحيانا ممكن يكون يغلط. الحالة التي تصنع من عقبها مباشرة. أنت وضعتم تقدير الخدمات والميزات وأجور النقل متروكة لأهواء المدارس الخاصة. قبل التسجيل. لكن هل يعقل بأن مدرسة قسطة مثلا خمسمية وتضع لك مليونين هاي الخدمات؟ هل يعقل ذلك؟ أعطيك كل المدارس تحت الهواء لرفعت أقصاتها أصبحت بثلاث ملايين وانت طالع. هلأ نحن بصدد إعداد تصنيف للمدارس. عم نشتغل عليه. وسيكون هذا التصنيف مثل الفنادر. نجمة ونجمتين وثلاثة وخمسة. لكن هذا يحتاج إلى وقت. نحن صدرنا هلأ القرار بتحديد الأقصاد. الخدمات إن شاء الله قريبا جدا كمان صندت على هذه الضوابية. يعني عمل عشرات السنوات السابقة. ما فيني أنا بنصف سنة أتجاوز. ولكن بحاجة لضبط أكثر. طبعا. بكل الأحوال سيادة الوزير أريد فقط أن أذكر بأنه سيادة الوزير لم يغلق الباب باتجاه دورة تكملية ممكن للطلاب الناجح ويعيد. إن شاء الله إذا شعر من خلال المطالبات بأنه كافية لرفع المطالبات. أنا لا يوجد داعي للمطالبات. نحن لدينا دراسات. إذا وجدنا ما يحقق مصلحة الطالب لن نتوانى في طلب هذا الأمر. لكن أنا أتوقع أنه ليس هنا حاجة. هناك كثير آلاف الطلبات. الطلبات كثير من السنوات الماضية. نحن لحن نرى الوضع. أنا أكون عندي نسمة نجاح عالي. نتمنى أن يكون ساعة صدر كبيرة وينظر بعين الأعتبار لهذه الطلبات. بالنهاية بهمك مستوى الشهادة ومستوى الخريج. إلى الآن مستوى الخريج السوري لم ينخفض ولا درجة. وكل التصنيفات التي تقوم في المؤسسات الدولية خاطئة. والدليل على ذلك سوق العمل. بكل أحوال الباب لم يغلق. هذا وعد من سيادة الوزير. وبالنسبة إلى تثبيت من تبقى من مسابقة العقود. سيتم تثبيتهم قبل إن شاء الله نهاية الشهر التاسع. قبل نهاية وقت المسابقة. على أن تصدر النتائج قريبا جدا. ويكون هناك وقت كافا للدراسة من أجل الدورة الثانية. وهي بيعرفها الطلاب الدورة التكمنية. يعني الوحيدة ستربة لبعشرين دقيقة تستنزف وزاعة التربية. لا. بس لمصلحة الطلاب. شكرا جزيلا لك دكتور دارم طبع ووزير التربية. شكرا لسعد فضلك. شكرا جزيلا على أن نكون قد أجبنا على مقترحات أو استفسارات طلبتنا الأعزاء ومعلمين الأعزاء. ويكون لنا جلسي قادم إن شاء الله. شكرا لكم أينما كنتم. بأمان الله. اشتركوا في القناة